لا يا جماعة كل حاجة بالتزان الخوف هنا فيه سؤال منشط للوعي لازم نسأله لنفسنا لما نلاقيه مسيطر عليها هو أنا خوفي مثلا من حدوث أمر أنا خايف منه هيمني حدوثه؟ حلو ده استنى أرهولك تاني هو أنا لما بخاف مثلا مش إيماني يعني أنا بتكلم على أي بنت أنا خايفة ما أتجوز لنا نفسي أتجوزه طب أنا خايفة لا يتجوز واحدة غيري علشان ده جات لي أسئلة كتير أنا خايفة يروح يتجوز واحدة غيري وأنا بقالي سنين بأحلم به وما صدقته نبتدي نتكلم طيب أنا خايفة أتطلق بس أنا حاسة أن أنا رايحة على الطلق يعني جوزي بتدي عاملني كذا كذا وبتدي يعرف غيري وأنا شايفة شايفة النهاية بس أنا مش عايزة أتطلق أنا خايفة أتطلق وتلاقي أسرع واحدة أتطلقت صح أنا خايفة أنا خايفة أنا خايفة حلوة ودي هل ده هيمنع بقى؟ أنا خايفة العربات تتخبت هل ده هيمنع؟ بالعكس ده هيوطرني وهيخلي طاقتي وحشة وهيخلينا تعامل يا إما بجبن وتنازل يا إما بتهور يعني يا إما هتعامل بتهور وطريقة وحشة وبتحفز يا إما جبني وتنازل عشان اللي أنا خايفة منه ما يحصلش صح والنتيجة هتكون إيه؟ هتكون اللي أنا خايفة منه هيحصل في النهاية يبقى ما بداية أنا محتاجة نشط وعي إن الخوف كده كده مش هيفدني عارف أنا بشبهها بإيه كنت يعني بحلق كده من كم يوم وصفارة الإنذار ضربت بتاعت الحريق فأنا قمت تخضيت يا ابني إيه الدنيا بتولع فالرجل قال لي لا ده الصفارة بايزة فإحنا ساعات بقى المرة الثانية بعدها كان دهية كده ضربت تاني فما تخضتش لأن خلاص بقيت فاهم إن الصفارة دي بايزة إحنا ساعات في الحياة بيبقى جوانا صفارة الخطر دي الإنذار بتاع الخطر ده شغال بايز وده طبعا بيكون نتيجة تجارب في الماضي واحدة حبيبها سابها واحد أبوه فلس في يوم من الأيام فيفضل عايش طول عمره خاف من الفقر واحد خاف من الفقد خاف من الفقد حد ما تلو عزيز فبقى طول الوقت برافو عليكي حد ما تلو عزيز فبالتالي بيبقى عايش مهسس وخاف صفارة الإنذار بتضرب أنا لازم أتعلم أتعامل مع صفارة الإنذار دي لازم أبقى فاهم إن الخوف مش هيفيد كل الموضوع ده يتلخص في إن أنا أتعلم أعيش النهاردة لإن خوفي من بكرة مش هيفيد وحزني على مبارح مش هيفيد واتعلم إزاي أوكل أموري لربنا حق توكيل لإن هو ده فعلا اللي بيفيد وهو اللي بيدبر الأمور أنا زي ما بيقوله كده أنا بقدف وهو بيوجه الشراع شكرا للمشاهدة